قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن ميليشيا الحث الإرهابية التابعة الإيران تواصل منذ انقلابها نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة دون تحملها أي التزامات بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها متجاهل أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي وصفت بالأسوى عالميا وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن إجمال الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي من قطاع الضرائب الجماريكوززكاه الأوقاف الوقود الغاز المنزلي العام 2020 بلغ 2.3.3 مليار ريال وتضاعفت في 2022 مقارنة بإيرادات الدولة العام 2014 والتي بلغت 3.739 مليار ريال خصوصا منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية مطلع العام 2022 لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة والاتجار بالنفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية وضعفت جباياتها غير القانونية على الغطاع الخاص والأعباء على كأهل المواطنين وحذر الإيرياني من محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ العام 2015 ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها فيما تواصل نهب الخزينة العامة والإحتياط النغدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد وواردات المشتقات النفطية وطالب الإيرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغطا حقيقي على أمليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها صرف مرتبات الموظفي بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014 بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه بالمجهود الحربي اشتركوا في القناة